وسعيد جداً النهاردة بقدم حلقة الأهلي في المونديال مع زميل عزيز بحبه وبقدره وبحترمه كابتن هيسام السعيد هيكون معي ومعاكم النهاردة في الأهلي في المونديال مساء الخيري هيسام زميل عزيز طبعاً كابتن أحمد أنا النهاردة أسعد معك لا بسود جداً أنا النهاردة معاك وانت عارف أنا بعيزك قد إيه وإحنا يمكن في الكواليس بنتقابل ونتكلم النهاردة هنتكلم مع بعض على الهوى قدام طبعاً السادة المشاهدين أكيد أنت قلت كلمة حلوة أو الفخر النهاردة إحنا يعني اللي بينتمي لهذه المنظومة الكبيرة والصرح الكبير نادي الأهلي أكيد حسس بالفخر الفخر مش جاي نتيجة سكور أو ماتش أو أمور كتير جداً النهاردة نادي الأهلي إحنا كجمهور النادي الأهلي زعلانين متدقيقين كان عندنا طموح معامل معالي المدريد يعني أنت النهاردة دي في حد ذاتها فخر دي في حد ذاتها تخليك أنت مبسوط وفرحان أن أنت بتنتمي لهذه المنظومة وهذا الصرح الكبير حتى لو أنت مشجع إحنا يمكن جزء من كيان أو المنظومة الإعلامية في النادي الأهلي ولكن في الأول والأخير إحنا مشجعين درجة ثالثة وإمبارح مباراة إمبارح على قد ما زي ما قال زميل العزيز أحمد إن هي كان فيها حاجات كتيرة جداً بساطة وكان فيها فرص وكنا ممكن نبقى يعني يعني سكور أحسن من كده كمان ولكن أنت بتتكلم أن أنت النهاردة رأس برأس وند بند مع ريال مديد بالرغم أن كان فيه سوق حظ وإحنا هنستعرض معكم المباراة واحدة بواحدة وهتعرفوا أن التوفيق هي دي كرة القدم قد توفق في فرصة قد توفق في تغييرها قد الخصم أو المنافس يتوفق إمبارح كان فيه بدلق معنا ما كانش يعني ما كانش يومنا والبدلق ده يمكن يا أحمد وصلنا لحاجة أن يعني جات أهدف في أوقات يعني ما كانش محسوم أو ما كانش معمول حسابها يمكن الهدف الأول كان البداية صحيح